السلام عليكم ورحمة الله. هذا اليوم مع الجديد الرياضيات المستوى السادس بسدائي الصفحة 112. نضعكم مع تقويم الوحدة الخامسة دعمها وتوليفها. نضعكم مع تمرير رقم 7. ارصبوا مماثل كل شكل. اذا كنا نعرف بأننا نضع المماثل من سم المحور التماثل هو. نضع الطي. اذا كنا نحسب المسافة ما بين التماثل ما بين المستقيم والرأس. نختار الرؤوس. نضعها مثلا هي هذه. نضع الرؤوس البارزة. اذا هذا بعيد لحظة واحد جوج تانب واحد اثنان كندي الرأس. اذا ما عندي انا غراض ما بين الرأس والمحور. بيناتهم مربعان تاب المحور والمماثل الصورة ديالو اثنان. هنا بيناتهم مربع اذا هنا مربع نضع اختارا لا تصغير. لأن دنا له انها اختار سيójاء. ويناغرر lilue سوف تكتصيله. نضع هذا بها. هذا بعيد على المحور. واحد اثنين ثلاثة اربعة والمربعات والمربعات هنجول هاد الرأس هادا بعيد بواحد اثنان ثلاثة اربعة واحد اثنان ثلاثة اربعة ديال المربعات بنسبة لهذا واحد جوش ثلاثة اربعة خمسة واحد جوش ثلاثة اربعة خمسة ثم يبقى لي هادا مربعان مربعان ونصلوا هادا مع هادا وهادا مع هادا اذا هكذا حصلنا على شكلان متأماتي لادرنا الطي على هادا المحور هذا غايجو غايج هنا تطابق زيان مشيول هادا نفي الشيء نختاروا هاد رأس متلا بعيد بثلاثة المربعات اذا واحد جوش ثلاثة المربعات هذا بعيد مربعان واحد اثنان واحد اثنان اذا هذا نصلوا مع هادا هادا بعيد بواحد اثنان واحد اثنان مربعان هذا بعيد اثنان مربع اذا مربع هذا واحد اثنان واحد اثنان هذا بعيد بمربعان اذا مربعان هذا هذا الرأس هذا بعيد بواحد اثنان ثلاثة اربعة المربعات واحد اثنان ثلاثة اثنان اثنان ثلاثة اثنان مربعات واحد اثنان هذا اثنان مربعان اثنان ضروري يستعملوا القوس لتأكدوا على هذا الرأس لأننا نريد أن نقوم بعمل الممثلة لهذا الرأس إذاً هنا يجب أن نقوم بعمل على محور التامات ولاحظوا إذاً يجب أن نقوم بعمل إذاً بحال بعيد بنصف تقريباً نصف قطر إذاً نصف قطر إذاً هنا إذاً لا نقوم بعمل أخطاء نقوم بعمل هنا لاحظوا نقوم بعمل العمود على محور التامات والمين هنا ماذا؟ من هنا؟ إذاً يجب أن نقوم بعمل هنا قطر إثنان ونصف إذاً هذه قطر إثنان ونصف يعني نحن نستطر هنا ونكمل هنا لا تريد أن نقوم بعمل الرأس ما سيأتي هنا إذاً يأتي هنا إذاً هذا مع هذا وهذا نصيله مع هذا هكذا ثم نجيب لهذا هذا الرأس إذاً لمشينا نصف قطر إذاً نتهنا نصف قطر نجيب لهذا نصف قطر إذاً نصف قطر هذا نصف قطر نصف قطر ثم نقول Oh من قطر في إذاً نجيب العمودة إذا هكذا لا تريد أن نصف قطر ثلاثة الأطخاص إذاً ف poets في مناعة أو أ他的 أطلق ثم هذا إن لمشيت بشكل countries على أن يحور التامات والمية بالكوث لاحظوا اذا قطر اثنان ثلاثة ونصف. نصف واحد اثنان ثلاثة اذا هنا. هذا اذا لمشيت هنا قطر اثنان نصف. ها نصف ها قطر ها اثنان. هذا هو المماثل. هنا الى جاني صعيب هذه التربعات كان الطريقة الاسهل كنحط عليه الانسوخ كنرسم هذا المستقيم الاحمر فوق الانسوخ ورسم هذا فوق الانسوخ كنشد الانسوخ كندير له الطي على المحور الاحمر كنطوي على المحور الاحمر. وتعود التراسي فوق من هذا. ما الذي تفك الانسوخ وتحطه هناك. تعود ترجع البلاسو. المستقيم الاحمر فوق المستقيم الاحمر وهذا الشكل غيجي فوق الشكل والتراسي فوق هذا الشكل اللي تراسيتي كيخرجك لا تراسي في الورقة وكترسمه. اه مشيه للتمرين التمانية اكتبوا نصا يمكنوا من يجلس جنبي من انجاز هذا الشكل دون رؤيته ايضان ان هنا يبغينا نكتب لي واحد هات الشكل هذا باش يرسمه. هو مغي يشوف هات الشكل عقراء ذاك شي اللي كتبت لي ويحاول يرسم. اذا هنا يعن النص. انبدأ بالرسم مستطيل. هنقول له لي انشئ المستطيل ا ا ان ا 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 غيرسم واحد المستطيل عادي كوشي غيرت في الرسمه. هنقول له انشئ قطريه اللي دين يتقاطعان في النقطة اهل. اذا غيرسم القطران. قطران ويقاطعهم في L. ها هو المصلشة اللي هنا يا. نزيد. هنقل لي ثم انشئ المعين E L N O. عده E L هايا مرسومة في المستاطيل. L N مرسومة في المستاطيل غي اخذ البركار ويكمل عليها الجوج بالمعين. يعني احط البركار هنا يقيس هادة المسافة. غير كوس. يحط قطره يتقطع في النقطة كا يرسم القطرين يرسم القطر الثاني يرسم المبين الرأس والرأس يرسم زاوية قائمة لأن القطرين المعين يكونون متعامدين ويسميه كا لأنه في النقطة كا هذا هو الإنشاء جيد في التمرين التسعة ونشئ الشكل بالقياسات الحقيقية المشار إليها في الرسم التالي ثم أحسب محيطه إذن أول شيء بدأ نحاول الرسم عندي هنا خمسة هنا نفس العلامة يعني ثلاثة فاصيلة خمسة ثلاثة فاصيلة خمسة هنا ما عنديش زاوية هنا أيضا ما عنديش زاوية ماعطونيش القياس نديرو هنا خمسة نديرو هنا ثلاثونس هنا ثلاثونس ولكن الزاوية ما عنديش نحاول ننقيس الزاوية ونضيرها بحيرة منذ أول حل إذا نحاول نبدأ بهذا نصف قرص نضير واحد القطر 4 سنتيمتر ونقسمه نقسمه على جوج يعني منسافة الاثنان وانتنات الأربعة ونضير رسمه نصف قرص هذا هو ما نبدأ جيد نديرو هنا خمسة سنتيمتر وهنا ثلاثة فاصيلة خمسة إذا هنا خمسة سنتيمتر مسافرة الخمسة هذا خمسة سنتيمتر هنا غنضيرو ثلاثة فاصيلة خمسة ولكن هنا هيا رخ سنضيرو توازي ربما هذا ما واضحش مزيان ما واضحش مزيان ونحاولو نضيرو التوازي نتومه ثلاثة فاصيلة خمسة يعني توم السطر كما نقص ثلاثة فاصيلة خمسة مميزة ثلاثة فاصيلة خمسة ثلاثة على الأيين لأن القياسة التي أعطيناهم مضبوطين 100% جيد هنا أحسب محيطه بالنسبة لي محيطه بي اتقال هنا نرى ما أفعله سوف ترسم هذا نصف قرص سوف ترسمه هنا من خمسة سنتيمتر انه سوف تلخل وسوف تتعلب في مستار 3.5 ثلاثة فاصيلة خمسة ثلاثة فاصيلة خمسة مالذي ك эфф감라 بلعوم ثلاثة ثلاثة اثلاثة فاصيلة وخمسة ثلاثة سياحنا ذوقلل المرتدي ثلاثة واحدة صمنا ت kasih قوس. اذا هذا تلجى ثلاثة فاصيلة خمسة. وهنا غنضيروا قوس. شو? اذا هنه فين تلاقعوا القوسين. هنا رغتصيلوا لان هذا وهذا ما قالوش نحن متوازين. ممكن التعالى مكتش لانه متوازين. اذا هنجي بحلقة. شو رغي يجي ميل شوية. اذا هذا لا. اذا هذا وهذا غنضروا بركسم تعلمها في ثلاثة فاصيلة خمسة ثلاثة فاصيلة خمسة. زجادة احسب المحيطة. المحيط لاهن سلوات نقسامها على نسى نسف سيقسب على نسف دائرة. لان نضيف عليه ثلاثة فاصيلة خمس و ثلاثة فاصيلة خمس. سهل جدا.�도ك المحيط技ه هو القطر في العدد بي و لكن معناسته على نسف دائرة في ضائف و المقسم على نسف دائرة بي لانضيفION. زائد 3.5 أو 3.5 ضرب 2 atamente جوج تلقى 5 3.1 ثم نقسم الموحيط وقسم على جوج بيعان هل القطر هناك 45 كما هو الاربعة 3.14 نقسم على جوج أن أعطي نصف دائرة نقسم 3.17 ثم سائد 5 بيعان أعطي من 4 وقسمي جوج نقسمها 6.28 6.28 زائد 12. ثم 6 زائد 12 هي 18.28 سنتيمتر. مزيد. نمشي للتمرين عشرة. نحسب مساحة الجزء الملون. اذا لا تريد مساحة هذا الجزء الملون. نحسب ربع قرص. لاحظوا هذا. هذا ربع قرص. يعني نحسب مساحة القرص. هذا هو قرص كامل. اذا سنأخذ منه غير الربع ونقص منه مساحة المتلة الابيض. سيبقى ليزاق. اذا مساحة ربع قرص. اس. تساوي الشعاع. الشعاع. في العدد بي. مقصوم على اربعة. باش اعطينا الربع ديال القرص. هنا لاحظوا اه بخمسة. يعني هذا خمسة. اذا خمسة. هنا تاني خمسة. اذا الشعاع وخمسة. اذا خمسة في خمسة في ثلاثة فاصيلة اربعتاش. مقصوم على على اربعة. اذا خمسة في خمسة خمسة وعشرين. ثلاثة فاصيلة اربعتاش. خمسة وعشرين. هنا جوج سبعة خمسة اربعة ثمانية. اتنان اتنان في ثلاثة. ستة. اذا سافر خمسة اربعة. ثمانية سبعة. عندي واحد جوج واحد جوج. ثم ثمانية وسبعين فاصيلة خمسين مقصومة على على اربعة. ثم هذه لقسمتها على اربعة. سبعة شحال فاما ربع في واحد. واحد فربعة ثلاثة 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 ثلا� هنا تسعة عشر فاصيلة ستمية وخمسة وعشرين. هذا بمساحة المثالة BDC. نعرف بمساحة المثالة نسمها اس واحد وهذه اس اثنان. نعرف مساحة المثالة هي القاعدة في الارتفاع مقسومة على جوج. هنا هنا يكون الزاوية قائمة لان هذا مربع. اذا دس هي القاعدة وبس هو الارتفاع. اذا خمسة في خمسة. على جوج. هي خمسة وعشرين على جوج. خمسة وعشرين لقسمته على جوج هي اثناش فاصيلة خمسة. مربع. تبا مساحة الجزء الملون. مرحل. اذا قدرت جوجب طاهرة وحدة. ب schizophrenia. تحدث على است mín function. ضح ان اثناء جوجب مزاعة الآخرين. اضح ان اثناء ان تفهمها اشترك لما فاق فرح ان اثناء الان�ле مش هناك. وساعة الجزء الملونة هي اه. هو مساحة ربع القرسphphphph. ناقص S 2 19.625 نقص منها 12 فاصيلة 5 المثالة القاعدة في الارتفاع على 2 19.625 نقص منها 12.5 5 2 6 ناقص 5 1 7 0 7 7.125 سنتيمتر مربع هذه هي مساحة الجزء المنون جيد بشيو دبل تمرين 11 بك أعيد إنشاء المعين MNPK إذن هذا نحاول نعوده كنعرف أن المعين قطره أولا بعد المتعمدين هذا القطر في قسم هذا زاوية على جوج لأنه هو المنصف إذن تهننا 31 درجة بمعنى 31 31 32 إذن أول شيء نقص منها 4 سنتيمتر زاوية 62 ونكمل المعين ديالنا إذن هنا 4 إذن تهننا 4 يعني كل شيء 4 سنتيمتر إذن نبدأ بالضلع ديالة 4 سنتيمتر ونصفرتها الربعة MNPK 4 سنتيمتر من بعد نديره الزاوية 62 إذن المركز المنقلة على الرأس سافر على الدلع هكذا إذن 62 ها سافر والذي على الدلع هذا 10 20 30 40 50 60 61 62 62 إذن هنا نصل مع النقطة ولكن نحن سنقوم غير ربعة سنتيمتر غير ربعة سنتيمتر جيد نكمل بالبركار المعين ديالنا إذن سنأخذ هذه القيئة 4 سنتيمتر 4 سنتيمتر إذن نضع هنا قوس ومن الأعلى قوس ونصيل سنتيمتر من طبيعة حال رسمنا القطر هنا أصلا نضع 62 يعني 31 درجة ونصيل 31 درجة هنا NP أصلا هناك درجة كيف نصيل تحرك أشعر المعين تحرك أية سنزي درجة إذا نصف انا انجمع هذه هذه المنتج اخرى و لكن هنا اعطني ساعة احت ساعة سؤال احت ساعة يجب علي جهة وساعة ساعة على المقياه مع الاعجاب اشترك موقع و احت ساعة يجب اخرى الاعجاب العادي و لنحوان يعني ما نخليش فايتين ستين والسوعة ما نخلي مش فايتين 24 دوك انا اول حاجة نجمع عالي تسعود وسبعة دوك استاش ربعة ثلاثة سبعة واحد تمانية هنا سبعة واحد تمانية وهنا ثلاثة وربعة سبعة هنا خمسة وثلاثة تمانية مزيلا اذا لم اخدروا ستين اوانطيخ مُزيلا مزيلا ازامانين نمت تنقل انها سبعة واحد والستين هي واحد دقيقة سبعة الانتاح لتصتح بسعود وسبعين تصتح بسعود وسبعين تهي لا تقوم بسعود دقيقة اذا لم يتوقع تقرى تسعود واحد اذا كان هناك نمت تقوم بسعود دقيقة وهذه الستين هذه هي واحد ساعة لأنها ستين دقيقة هي واحد ساعة نزيد هنا تولي تسعة ديال الساعة إذا الجواب نهايو ساعة تسعة عشر دقيقة وستة وعشرونة ثانية مزيان هنا لذلك سوف نستخدم الثانية هنا نستخدم الثانية نستخدم هذه المدة من هذه المدة نستخدم الثانية اضافة كل من الواقع اضافة كل الواقع نستخدم الثانية يجب أن نبدأ ثانية 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 يستخدم الثانية تقريبا 36 تساوي 35 بلس 1 يعني 36 هذي 36 35 زائد واحد هنا ستقوم بخمسة وثلاثين وهذا كل واحد اللي هي دقيقة سوف نصرفها سوف نصرفها سوف نزيدها على 19 ماذا قدرت هنا في التحويل هذه الطريقة سهلة و بعيدة 19 ميمة لنضرح من 32 كما قلنا هنا سوف نصرفها من هنا دقيقة و سوف نزيدها هنا هنا لن تصرفنا دقيقة سوف تقوم بخمسة وثلاثين هنا سوف نزيد 60 سوف تقوم بسعود وسبعين هذي ماذا إذا سوف تقوم بسعود ناقص جوج سبعة ثلاثة وسبعة ناقص ثلاثة أربعة مزيدا هنا 35 نقص منها 45 لا يمكن نقوم بسعودها في الطريقة سوف نسلف من هنا واحد الساعة ثلاثة غير ثمانية و هذه الساعة سوف نصرفها 60 60 على 35 هي 95 إذا 5 ناقص ناقص خمسة تسعود ناقص خمسة تسعود ناقص ناقص خمسة هنا ثمانية قسمة أربعة هي أربعة ثلاثة ساعات و سبعة وربعين ثلاثة وثلاثة كر هنا تسعود هنا تستغروج ولكنig هناك 어렵ناء نوع و منهم هناك تسعود الوحدة الخائمة تدعمها وتوليفها شكرا ما تسوش لايك للفيديو تشجيعا لنا شكرا والسلام عليكم ورحمة الله